اه مشاهدين الكرام مساء الخير واهل و سهل بحضراتكم اللقاء متجدد مع قلوب مصرية قلوب مصرية النهاردة بنبعد باقت ورد باقت ورد للساد الرئيس عبدالفتاح السيسي باقت ورد للشرطة المصرية باقت ورد للشرطة النسية باقت ورد لأسر شهدائنا من الشرطة الشرطة المصرية الفترة اللي فاتت شفنا تغيير و شفنا تأهيل و شفنا تعديل حتى في سلوكيات الأمناء في الشارع يعني احنا شايفين فيه تطوير جامد و شايفين فيه مبادرات يعني حاجة كويسة حاجة بنسعد بيها ان احنا يبقى احصل عندنا التغيير 25 يناير يمكن نرتبط معنا بذكرى ذكرى تانية سيئة خالص الفترة اللي فاتت يمكن احنا علينا في سنة سواد سنة سودة كات علينا كلنا كات على مصر السنة اللي ركفها الاخوان صورة الشباب وبدأوا يعتلوا المشهد الصورة اللي احنا بدأنا نشوف القرداء وبيعتلي منبر منبر الازر الشريف الفترة اللي احنا شوفنا فيها الرئيس المعزول مرسي في استاد القاهرة بيحتفل بانتصارات اكتوبر وشوفنا بيركب عربية السادات يعني من المهازل ومن المهانة ان احنا نشوف قائد الاخوان ورئيس الاخوان رئيس المعزول راكب عربية السادة الرئيس انور السادات وبيلف بقى في استاد القاهرة وحواليه شوية الموتورين بيتكلموا وينددوا ونشوف طرق الزمر قطلت السادات قاعدين في الصفوف الاولى شيء محزن وشيء مخزي لكن كانت بدايتهم 25 يناير وكانت نهايتهم 25 يناير عاوزين نتكلم كمان ونشكر القائمين على بطولة كاسي العالم لكرة اليد احنا شايفين في تطوير وشايفين في حاجة وشكل جمالي محترم وشايفين فريقنا القومي بيتصدر وبيلعب وبيقدم لكن احنا ما نطمعش في البطولة يعني احنا بنتعشم ان احنا ان شاء الله نوصل للنهائيات وان احنا نبقى في المراكز المتقدمة عشان بس ما نحملهم شعب لان فيه مستوىات كبيرة وفيه فرق مستوى عالي جدا كمان انا بشكر الساد الرئيس اختياراته لمجلس النواب هنتابعنا الفترة اللي فاتت ملاقشات مجلس النواب شفنا شباب تنصيكية الاحزاب شفنا حزب ومستقبل وطن شفنا الاحزاب كلها بتجتمع على حاجة والاول مرة احنا بنشوفها مع المستشار الجبالي مع كامل احترامنا للدكتور علي عبدالعال والفترة اللي فات شفنا النهاردة مجلس النواب بدأ بداية قوية مجلس النواب جاي بوزير قطاع العمال الراجل اللي بيزبط فشر وزير قطاع العمال العام وبيتكلم عن شركة الحدود الصلب احد اهم الصروح الموجودة في مصر على مدار الخمسين سنة اللي فاتت لا مش خمسين سنة ده ميت سنة الوزير يعني انا عملنا مقرن بين وزير قطاع العمال وبين وزير التموين وزير التموين عائل المصلحي يمكن بيرقس الشركة القبضة للصناعات الغزائية الشركة القبضة للصناعات الغزائية بيتبعها 44 شركة 44 شركة فيها شركات خسرانة شركات خسرانة شفنا قاها شفنا اتفينة شفنا الراجل بيعمل ايه بيخلق فرص استثمارية جاب القطاع الخاص بدأ يدخل يعمل شراكة في شركات قطاع العمال العام ويطور الراجل دور على حلول مش بيبيع انا عجبني موقف النائب علاء عابد والاعلام المحترم مصطفى بكري وباقي الاعضاء اللي اتناكش معاه بموضوعية وبين الارقام يا سيادة الوزير الرئيس السيسي بيتكلم عن الاستثمار وبيتكلم عن الكطاع الخاص وازاي نخلق فرص استثمارية وعملنا الشباك الواحد عشان يسهل الاجراءات على الناس اللي جاية تستثمي في بلدنا ليه ليه ما دورتش على حلول بالعكس انت اول حاجة عملتها بيتبيع طب وبعد ما بيتبيع وزير الكطاع الاعمال اللي عام طلع بتسريح غريب من كم يوم وبيتكلم وبيقول اني ما اصنع الحديد والصلب ما سويش عشرة سال طب لما انت شافه ما سويش عشرة سال طب هاتبيع انت طب الناس هتدخل ازاي اذا كنت خلت كيومتو في الارض في الحديد دي رسالة يا جماعة يمكن السيد الرئيس اتكلم عنها النهاردة اتكلم السيد الرئيس اتكلم عن احنا عاوزين نبني عاوزين نطور عاوزين المنتج بتاعنا ينافس مش عاوزين نقع بالاكتصاد بتاعنا مش عاوزين قرية محصلش فى تطوير مش عاوزين طرع يا تريمي فقى صرف مش عاوزين المزارع السمكية والنهارده السيد الرئيس سوبرسعيد كان بيقدم رشدة علاج الكتير الطاقة بيقول احنا بمتبيعش الوهم لما رايس يقول احنا بمتبيعش الوهم ويلاقي وزير قطاع الاعمال العام بيبيع في شركة الحدود الصلب وقبل كده الشركات التانية اللي اتكلم عليها لا يا جماعة احنا محتاجين صورة تصحيح صورة تصحيح وزراء يتحملوا المسئولية مش وزراء جايين يبقوا في البلد الحاجة كمان اللي لفتت نظري خلال اليوم اللي فاتت السوشيال ميديا والصفحات والمواكع اللي احنا بقى ناخد منها الاخبار يعني احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الطرطة اللي موجودة في النادي وخصوصيات ناس يا جماعة احنا بقى نفاضيين للدرجة دي وصلنا للتوافد للدرجة دي عشان نصدر الكلام ده البرة ونلاقي الصفحات المغاردة والقنوات المغاردة بتحاربنا بالحاجات دي الحاجة التانية اللي انا عوز اتكلم عليها هو الحاجة الاخيرة زواج التجربة راجل محامي موطور انا بقول محامي موطور عشان يطلع يخترع ويتكلم ويدخل في خصوصيات الازهر يا جماعة الدين محدش يتكلم عنه غير المتخصصين انا ما اتكلمش في الدين عشان مش متخصص فيه ازهر الازهر الشريف فيه مرجعية دينية لنا فيه ديانات لكن كل واحد يطلع يقلف زواج تجربة 3 سنين 3 سنين ايه ترضي بنتك بعد 3 سنين نقول عليها متجربة بدل مطلقة خلونا نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا المحترم اللي احنا نشوفه بعد شوي رجلنا من الفاصل وخلونا نستقبل ضيفنا احنا ساعيين احنا نروح له الرئيس الكلم عن المشاركة المجتمعية وكل لازم يشارك في تنمية بلدنا الدكتور محمد فتح الشريف مش جايبينه نصياته النهاردة وجايين نعمله دعاية وجايبين جاية منظر الدكتور فتح الشريف محمد فتح الشريف صاحب ومدير عيادات الشريف الراجل تابعناه شوفناه اكتر من كافلة تبية الراجل عامل اليوم يعتبر ببلاش بيكشف بعشرة جنيه تخيل انت دكتور في الزمن اللي احنا في دي الوقتي اللي الدكتور فتح بخير خمس عيادات ويمكن بيتهرب من الضرايب ويمكن عنده داخل وعمل فيلل وقصور وعربيات ومش راعي ما بيبصش حتى لغلبان مريض غلبان انه يرعيه في الكاشف لا الحالة دي الدكتور ده دكتور الغلابة زي ما بنقول في دكترة كتير دكترة الغلابة الدكتور اللي ينشأ في الريف ويحس بالمواطن الغلبان في الكفور وفي النجوع هو ده دكتور الغلابة اللي احنا نتقل عليه خلونا نرحب بالدكتور محمد فتحي وهو يكلمنا عن نفسه أهلا وسهر بيك يا دكتور نتعرف عليكم المشاهدين نتعرف عليكم أنا اسمي دكتور محمد فتح الشريف أخي صائق راحة عزام طب الأسر العيني جامعة القاهرة يعني بشتغل في العزام بقالي أكتر من حوالي سبع سنين في الأول كنت يعني عيادة صغيرة في فيصل في شرع العشرين وبعدين التقت فكرة مع زميلي نحنا نعمل عيادات تخصصية فيها أغلق ترمن تخصص حاولنا أن احنا يعني زي ما بنحاول أن احنا نقدم خدمة طبية عادية أو بسعر السوق زي ما بيقولوا نحنا كمان نشارك بجزء من مجهودنا وشغلنا أن احنا نقدم خدمات طبية متكاملة لبعض الحالات الغير مقتدرة عملنا أكتر من قافلة عملنا أيام بسعر مخفض كشف عشر بنية عملنا قوافل مجانية تماما ده بس يعني حد من الشعب بيساعد الناس مش أكتر يعني احنا نقول انت شايفين وجد نظر سعاد تأجيراتي الطب ده بقى تجارة ولا استثمار ولا ليه هو الطب هو تجارة تجارة رابحة بس يا الفكرة الناس كتير مش واخدة بالها منها أنه هو تجارة رابحة عن ناحيتين يعني أنت مش لازم تبص على الدنيا بس التجارة رابحة في المكسب المادي وتجارة رابحة في المكسب المعناوي أو الأخروي يعني احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا يعني نزود رصيدنا آه في البنك بس في نفس الوقت نزود رصيد الحسنات يعني نبصلها من الناحية دي ما نحاولش ان احنا يعني آه هنشتغل وهنعمل عمليات وهنحقق دخل بس في نفس الوقت يبقى فيه جزء من الدخل ده للغيير القادرين هو مش مساعدة مننا بقدر ده واجب علينا يعني التكافل هنا جزء أساسي ورئيسي في فضور أي دكتور يعني انت شاف حضرتك ان التجارة مع الله افيد من التجارة والاستثمار وان احنا ندخل فلوس البنك من غير ما نطلع حال يعني هو مش درواشه انا مش بقول ان احنا نتجر مع الله فقط انا بقول ان انت زي ما بتحقق المكسب المادي الدنياوي خلي فيه جزء للمكسب الأخروي يعني زود رصيدك في البنكين البنك الدنيا وبنك الآخر يعني ده كل الفلسفة والفكرة يعني ده احساس جميل طيب عوزين نتكلم بقى على مرض العصر انا بنفتح صفحات الفيس بنلاقي تسعين اعلان عن الكريمات عن اعشاب عن تخصصات عن 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 احنا النهاردة بنتكلم عن مرض خشونة الرب خشونة الرب عوزين نتكلم عن المساعدة اسبابه هل هو اسباب ورصية هل تقدم سن هل بسبب الوزن مع حضرتك هل بسبب تأكل الغضريف هل بسبب حوادث هل يعني اسباب كتير اوه بتؤدي في الاخر خالص للخشونة اللي احنا بدأنا كلنا يعني النسبة التلاتينات والارباليات بدأت تحس بالخشون تمام هو بالنسبة لخشونة الركبة كمرض هو مرض شائع جدا يعني مفيش حد يعني ما يعرفش حد على الاقل اللي بيعاني منه مش هقول هو بيعاني منه بصفة شخصية قبل ما نحاول نعرف ايه الاسباب وايه العلاج يعني هنتكلم الاول التعريف يعني خشونة ركبة يعني الركبة دي مفصل زي ما احنا شايفين ده مفصل رئيسي في الجسم بيتكون من التقاء عظمة الفخد اسفل عظمة الفخد مع بداية او رأس عظمة الالصاق المفصل ده يعتبر اكبر مفصل في الجسم ويعتبر اكثر المفصل تعقيدا فعشان كده مشاكله كتير خشونة يعني ايه السطح بدل ما هو زي الاز ده املس وناعم وبيسمح بالانزلاق بسهولة لا بيحصل فيه نتيجة اسباب معينة انه بيخشن او بيتحول من سطح ناعم لسطح خشن ده بيعمل احتكاك الاحتكاك ده بيعمل الالم وبيعمل الالتهاب وبيعمل زوائد عظمية وبيعمل مشاكل كتير جدا هي اللي بتسبب بعد كده مرض بيسموه خشونة الركت ده بالنسبة للتعريف الاسباب هو الخشونة يعني نقدر نقول ان هي مرض الزمن هي مرض الاستخدام هي مرض الاجهاد المتكرر الفكرة ان مع الوقت ومع الزمن قدرة المفصل على تجديد نفسه بتقل الشاب اللي كان عنده عشرين سنة لما يبقى عنده أربعين أو خمسين سنة الخلايا ما تدرش تجدد نفسها بنفس السرعة وبنفس الكفاءة ما بين الاستخدام وما بين أو تعاكل اللي بيحصل نتيجة الاستخدام وما بين التجديد فده بيخلي خلايا المفصل أو خلايا الغدروف بتتأكل وما بتجديدش بنفس السرعة وبالتالي بيبتدي يحصل مرض الخشونة ده الأساس في الموضوع اللي هو الزمن أو التراكم السنوات السبب الثاني الشهير جدا هو ممكن يكون باستخدام الزائد يعني حد بيستخدم المفصل كتير جدا بفوق قدرته على التحمل مش هنقول استخدام بدون داعي بس هنقول استخدام بدون مبرر يعني أنا بحمل على المفصل حاجات ينفع ما عملهاش حد ساكن في الخامس وكل شوية نازل طالع بدون سبب السبب الثالث أنا يعني هنكلم في الأسباب سريعا الوزن الزائد وده من أحد الأسباب الرئيسية جدا طبعا يعني أنا أعتبر المفصل ده بارا عن مطور عربية هحمل عليه وزن زائد بدون داعي هيشتكي بسرعة وهيبوز بسرعة هنتعامل معاه بأريحية وبوزن مرتاح وبكنية كويسة هنلاقي الموضوع بيعيش معانا أو بيعمر معانا يعني طب بالنسبة للواجبات الغذائية هي لها تأثير على موضوع الأعظم أكيد طبعا الواجبات الغذائية لو هي واجبات صحية فبالتالي يعني هتبقى مش هتسمح بزيابة الوزن بصورة مبالغ فيها لكن الواجبات السريعة والفاستفود والكلام ده أكيد هيخلي الوزن يزيد وبالتالي لما الوزن يزيد هيبقى فيه تأثير على كل المفاصل هو الركبة بتحديدا هي أكتر مفصل بيشتكي لأن هي اللي شايلة أغلب الوزن وبتسلمه للكاحل وبعدين للأرض فكل ما الوزن يقل كل ما التحميل عليها هيقل والوزن بيزيد نتيجة الأكل الغير صحي فطبعا هي سلسلة متكاملة يعني هو مش عامل واحد بيحصل له بعدين خلاص لو أنا غيرته وانوضوع بينتهي لا هي سلسلة حاجات بتسلم بعضها وبتوصل للنتيجة النهائية في الآخر طب انت شايف حضرتك الأعشاب يعني احنا شايفين كتير وصفات وكوركم ومش عارف ايه وحاجات كتيرة يعني بيلاقي وصفات على الفيس كده بيقولوا ان هي علاج وبيتخفف الخشونة لايه علاج هو عشان نبقى صراحة يعني الحد اللحظة الحالية هل فيه علاج شافي لخشونة الركبة الاجابة بمنتهى الصراحة لا خشونة الركبة كعلاج احنا بنحاول لو هنمشي على البروتوكول بتاع الأدوية فاحنا بنحاول بنحسن الحالة بنقلل الألم بنزود العمر الافتراضي للمفصل كل ده الجزء الدوائي بيقوم بي فيه بعد كده أجزاء أخرى زي التدخلات معينة زي مثلا الناس بيسميها حقن الزيت أو حقن الهيلورينيك أسد دي بتحاول تحسن وظيفة المفصل وبعدين بيبقى فيه تدخلات معينة بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نحسن بيها وظيفة المفصل سواء تدخلات جراحية أو تغيير مفصل هي الفكرة إن يعني الناس تتعامل مع خشونة الركبة كمرض مزمن المرض زيه زي السكر زيه زي الضغط يعني مش هينفع مالوش علاج مالوش علاج شافي ودي نقطة مهمة جدا 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 لازم المريض يبقى فاهمها يعني أنا الحد المريض لما بيجيلي في العيادة لازم يبقى فاهم كويس جدا وده جزء أنا بحاول أشرحه على قد ما أقدر إن أنت تبقى فاهم طبيعة المرض اللي أنت جاي تتعالج منه عشان ما تطلبش من الدكتور يعني حاجة فوق طاقته وفي نفس الوقت ما بقاش عندك سقف طموحات عالي فبالتالي لما ما تتحسنش بالطريقة اللي أنت شايفها مرضية بالنسبة لك تقول لا ده في مشكلة في العلاج الطبي الخشونة مرض ليه بروتوكول معين حسب المرحلة اللي إحنا فيها هو أربع مراحل كل مرحلة لها علاج معين اللي بيقدي لأفضل نتيجة ممكن لكن لو وصلنا للمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة زي ممكن نتكلم لو فيه وقت يعني هنلاقي أن هنا التدخلات الدواء الوحده أو البرشامة الوحده تدخل الجراحي إمتى يبقى فيه لازم تدخل الجراحي لو وصلنا للمرحلة الرابعة اللي هو خلاص سطح المفصل زي ما احنا شايفين هنا كده يعني هنحاول نشيل دي عشان نقدر نشوفه دي عبارة عن خشونة الركبة السطحة هون ناعن ده الطبيعي هنا أصبح خشن وبعدين عمل حاجة لما الموضوع زي دي اسمها قرحة في المفصل اللي هي النقطة الحامرة دي دي اللي بتعمل الوجع لأن السطح ده يعني حساسيته للألم قليلة لكن السطح ده حساس جدا للألم فده لما بيحصل فيه احتكاك مع الحركة والتاني والفرد بيحصل الألم الشدي اللقطة اللي احنا أو اللحظة اللي هنحتاج نعمل فيها تدخل جراحي هي لحظة وجود القرح والخشون طيب إمتى نعرف إن احنا وصلنا للمرحلة دي لما العلامات اللي بتباني على المريض طبعا لا علاماتها تباني بالفحص الطبي علاماتها تباني بالتاريخ المرضي علاماتها تباني بالأشعة علاماتها تباني ببعض الفحصات الطبية الأكبر شوية لو هنحتاج مثلا نعمل منظار لحاجة تانية كل الحاجات دي بتسهل جدا على الدكتور إن هو ببساطة إمتى يا دكتور نقول إن إحنا خلاص إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا لازم نركب مفصل صناعي ونغير المفصل لو حصل خشونة من الدرجة الرابعة اللي هو سطح المفصل تآكل تماما المريض مش قادر يتحرك مش قادر يمارس حياته بصفة طبيعية كل تاني وفرد اللي ركبة بيحصل فيه ألم بيحصل تيبس في المفصل معدل الحركة بيقل بيبقى فيه علامات التهاب أو تورم أو إحمرار كل العلامات دي لما بتبقى موجودة لأ خلاص إحنا كده وصلنا نهاية الطريق ومحتاجين إن إحنا نحاول نغير المفصل طب الحالة اللي إحنا ممكن نركب فيها مفصل صناعي هل دي مرتبطة بوزن معين ممكن تفيد ولا وسن معين ولا ممكن تتعامل تركيب المفصل ده في أي وقت هو الفكرة كلها إن إحنا بنحاول نوصل للأوبتموم للحاجة المثالية جدا يعني أنا هي الفكرة كلها إن الجراحة دي جراحة تخصصية عالية الدقة فأنا عايز أوصل منها للمريض لأفضل نتيجة ممكنة محدش هيقول إن الحد وزنه زايد مش هتتعمله العملية بس هي الفكرة كلها في مردود العملية بعد كده كل ما أنت تحاول بقدر الإمكان قبل العملية تقلل وزنك كل ما أنت نتيجة العملية بتاعتك هتبقى أفضل وقدرتك على الحركة بعد كده هتبقى أفضل فهي الفكرة إن الوزن المثالي لما الدكتور بيطلب منك إن أنت تقلل وزنك قبل الجراحة ده مش رفاهية هو بيحاول بقدر الإمكان يزود العمر الافتراضي إحنا قلنا بقدر الإمكان إن المفصل ده عبارة عن مطور في الأول وفي الآخر فلتلاوها نكب مفصل صناعي اللي هو مطور صناعي إحنا هنا بنحاول نقلل الحملة عليه فلو وزنك قل للحد اللي تقدر تعمله ده هيساعد إن المفصل يبقى أفضل لو قدرنا بقدر الإمكان إن إحنا واضح إن فيه مدخلات بدقة سريعة مع حضرتك الدكتور ربي عبدالله أهلا وسهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا يا جزم حمود زي حضرتك يا فندي مبارك إيه الله يخليك يا دكتور الدكتور كان مشارك في كافلة طبية عندكم في البدرشية أهلا وسهلا بيه الدكتور محمد فاتح الشريف رجل محترم من الناس الأساسيين معنا في المبادرات إن شاء الله اللي تابع لحزب مستقى بالوطن على مستوى الجنوب إن شاء الله إحنا بنحاول نستغل الدكتور بقى هو الطاقم الطب اللي معاه إن إحنا نجوب كرة مركز البدرشين ومركز العيات إن شاء الله طاقم الطب اللي كان مرافق معايا هل فيه تخصصات تانية ولا هو الدكتور بييجي بمفراده كده وخلاص لا والله الدكتور كان جايب لنا تسع تخصصات ربنا يبارك فيه قدرنا من خلال الفعالية والمبادرة اللي كانت تحت مظلة حزب مستقى بالوطن بمركز البدرشين بقيادة الأستاذ شعبان هيك الوامن التنظيم الأستاذ أحمد الجيار إن إحنا نكشف على أكتر من ألف حالة في اليوم دوت بتسع تخصصات مختلفة طبعا ده كله انطلاقا من الدور التنموي والاجتماع لحزب مستقى بالوطن اللي إحنا متبنيين إن إحنا المواطن هو الحاجة الأساسية في محور اجتماماتنا إن شاء الله الدكتور محمد فتحي ساهم بأجره ولا الرجل أبض واستفاد من الكصة دي لا والله يا راجل ما أبضش لهو ولا معمل الصفا ولا معمل مصريين الدكتور برضو ما شاء الله عمل أكتر من 300 تحليل معمل الصفا 300 تحليل بدون أجر بدون مقابل الدكتور محمد عمل أكتر من 150 كشف بدون مقابل ربنا يبريك فيه هو وجميع الأطكم الطبية اللي كانوا متواجدين بالإضافة للمعمل مصريين برضو عمل أكتر من 50 أشعة مجانا لا اليوم كان يوم جميل جدا وكانت فعالية بتخدم الناس بجد الناس وقفت بجد من أول يوم من الساعة 8 ونص الصبح لغاية ساعة 6 مساء الكشفات باستمرار يعني كانت فعالية جميلة خدمة المواطن بشكل يعني احنا ممكن نقول على الدكتور محمد ده طبيب الغلامة والله لو استمر معنا في الفعاليات على مستوى الايام الجاية ان شاء الله نتميه طبيب الغلامة هو هو المجموعة اللي معاها بصراحة آآ اشكرك يا دكتور ربيع شكرا جزيلا آآ الله يبارك فيك شكرا قدرز محمود شكرا قدرز محمود ربنا بارك فيك اتفضل نكمل حوارنا معاك ودي شهادة جاية لك من جنوب الجيزة آخر تقريبا آخر فعالية انت حضرتك شاركت فيها دكتور ربيع على يعني من الشخصات المحترمة جدا الواحد تتعامل معاها بصراحة وآآ يعني ربنا يكرك كده ان شاء الله هيبقى في فعاليات تانية يعني احنا بتدينا بقرية الترفاية في البدرشين آآ مركز البتول التعاون معنا تعاون مصمر جدا فيها مركز البتول التخصوصي وبعدين ان شاء الله في فعاليات تانية هتبقى في قرى البدرشين تبقى عن بإذن الله يعني ان نقول ان احنا نشاطنا بس هيبقى بدرشين ولا ايه؟ يعني المفروض انها نارضة بنخاطب الجمهور كله في مصر المحروس اكيد طبعا هو يعني حالك بالنسبة لعيلات الشريف تحديدا فهي يعني لها فرعين فرع في البدرشين وفرع في إنا محافظة إنا في أبو شوشة ده يعني موطين الأصلي زي ما بيقولوا فالقوافل هتبقى في الاتنين مش بس كده احنا كمان عاملين قوافل او هنعمل قوافل بعد كده في الاليوبية في شبرى الخيمة هنتعاون فيها مع مؤسسة قدرون للتنمية الشاملة ومع معالي نايب مجاهد مصر ده عضو مجلس النواب في شبرى الخيمة اه دي يعني عن طريق مصر طبعا احنا عاوزين ناخد حاجة للبرنامج يعني عندنا حالات كتير تابع البرنامج بتتواصل معنا المفروض نستفاد من وجود حضرتك معنا ونساهم يعني تحت امر البرنامج في اي حاجة مفيش اي مشكلة يعني احنا ممكن نقل إن نقول إن احنا عندنا عشر حالات ممكن حضرتك تستقبلهم عن طريق البرنامج ما فيش اي مشكلة تحت امر حضرتك نقول لده وعد لا لا خلاص تمام نقول كشف عظام بس ولا فيه هي الفكرة الفلسفة بقى اللا أنا كنت عايز أتكلم فيها إن احنا مش بس بنقدم للمريد كشف الطبي يعني احنا مش بنوقع كشف الطبي بس أي قفلة احنا عملناها أو هنعملها أو حتى كنا عملناها قبل كده ونحاول نقدم له خدمة متكملة إن مريض العظام تحديدا أو حتى لو تخصص تاني ما بيبقاش الموضوع أن أنا بكشف عليه وأقوله أنت عندك كذا ما هو كده ما استفدش حاجة هي الفكرة كلها أنه لازم يبقى فيه تسلسل للأحداث فيه مريض يحتاج فحصات وده تعاوننا فيه مع مركز المصريين الأشع والتحاليل إن احنا قدمنا خصم 50% للأشع أو للفحصات المطلوبة مش بس كده كمان بعد يعني المريض لو يحتاج بعد كده اللي جلسات علاج طبيعي فيه يعني مشكورا الدكتور أسامة صلاح قدم خصمه برضو 50% معنا في القافلة دكتور أوستشار علاج الطبيعي في البدرشين ما عايز أقول لحدك أنه كمان فيه بعض الصيدليات المجاورة عملت بعض التخفيضات على الأدوية شركات أدوية سهمت معنا بعلاج أو بعينات مجانية مدعمة الفكرة أننا حتى لو المريض هيحتاج تدخل جراحي يعني الزملاء شاكرين سواء أنا كجراحة عظام أو زميلي مثلا زي الناس اللي معنا في الفريق في عائلات الشريف يعني زي دكتور علاء أبو الحمد زي مدرس جراحة عمود فقري في القصر العيني أو دكتور أحمد عاجل يريد نفتح المداخلات أو دكتور أحمد عاجل للطب الرياضي يعني هل الناس دي مش بس في التوقيع الكشف الطبي لا كمان يعني بيقدموا خصم يعني كبير جدا على العملات الجراحية بحيث أن احنا نقدم للمريض خدمة متكاملة العلاج الطبيعي أو التدخل الجراحي يعني هل نقول أن في فريق متعاون مع حضرتك بيشتغل لله بيشتغل بيساعد المواطن وبيساعد دخل بسيط بيقوم الدنيا بس يبقى عمله يوم في الشهر أو يومين للتكافل ومساعدة يعني احنا زي ما قلت حضرتك الموضوع احنا يعني احنا مش هن الموضوع مش درواشة احنا مش هنقول ان احنا بنشتغل كده على طوق لا هو الفكرة كلها ان جزء تكافلي احنا بنقدم في العيادات عندنا يوم في الشهد يعني اول شهر بتدنا كان يوم تسعتاشر حداشر وبعدين عملنا يوم تاني يوم عشرين اتناشر وبعدين دخلت القافلة هي الفكرة كلها ان احنا كمان يعني لما بتدنا نتعامل مع حزب مستقبل الوطن بتدنا ان احنا نقول طيب احنا عوزين نوصل لنقطة معلش بعد اذن حضرتك احنا مع كل الاحترام لحزب مستقبل الوطن وحزب الاغلوبية الموجود دلوقتي تبقى الحزاب التاني او لا حابت تتعاون معي يا فان دي مرحب بيها جدا لا لا خالص هي لكل الفكرة ان احنا بنقدم خدمة للمواطن المصري بس يعني حتى بيشقيها يعني عايز اقول الحركة ان فيه تعاون مع الاخوة الاخباط في ابو شوشة طيب مناسبة الاخوة الاخباط احنا معنا مدخلة من ابونا ابراهام كاهن كنيسة السيدة العزراء مريم اهل وانسلام بيك انسان خير انسان نور كل سلام حضرتك طيب انسان خلاص والسلام البدر ايام اي اخباركم عاملين الحمدلله احنا معنا للدكتور محمد فتحي الشريف حبيبي حبيبي عاوزين رسالة كده وكلمة بتوجهها للدكتور محمد فتحي هل هو راجل متعاون مع الاخوة الاخباط في اينا ولا راجل بيشتغل بس مع الناس اللي هو عرف دكتور محمد اولا جنان اه وتلميذنا برضو يعني كانت بدي في السنة العام وكنت بدي له زنان درس فانسان يعني نخبة من زنان يعني اه اه وعلى شكرة رصيده رصيده استعمال كتير يعني يعني راجل بيشتغل زمانه وطالب حتى يعني يصلي السجل حاضر واذهنه حاضر وكمان مية في المية يعني انت متابع ابونا بقى يعني ان الراجل بيصلي الفجل اه جران اه 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 يعني راجل استحقل ان احنا نقول له طبيب الغلابة طيب ايه اللي حضرتك ممكن يتعاون فيه مع الكنيسة كدكتور محمد والفريق بداع هو وعدنا انه حي يعني لدينا طفل حلو كده في كنيسة وعالج الغلابة اه وبيساعد برضو الغلابة المنينة برضو يعني كتيري راجل يعني يعني راجل متعاون يعني لا متعاون جدا يعني احنا هنا في القرية بتاعاتنا ما فيش مسكن مسيحي عادل امور تمام احنا احنا كلنا كلنا بلد واحد ووطن واحد ودم واحد ولغة واحد وعالم واحد ومواصره واحد يا ابو اكيد طبعا لانه دكتور محمد يعني من اسرة كمان عريقة واسرة افيلة وعن ابوه جده بني كلها حلوة يعني هو بيان ان الدكتور محمد دكتور خير وحد وطني محترم يعني ده عن ابوه جده يعني مش هو بس كده يعني والله دي شهادة 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 على صدر الدكتور وعلى صدرنا كلنا كأخوة مسلمين موجودين في وطن واحد استعادتو اخيذ ربنا يواصل مخكيني ان شاء الله الف شكرا ابونا شكرا 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 جزيل انا فدن على السلام انا شاف ان الناس بتشكر يعني واضح ان انت بتشغلها ارض الواقع فعلا يعني انا قلت دي مساطفة كده ان احنا شفناك كده في البدرشين فقلنا يعني واضح انك شغال في السعيد كمان اول السعيد ده الموطن النشأة والميلاد فيعني اهلنا وناسنا فاحنا بنحاول بقدر الامكان نوزع الخدمات بتاعتنا على اقتار مصر كلها سواء السعيد او القاهرة النقطة التانية ان ابو شوشها تحديدا يعني لو حد هيحاول يدور او يشوف هيلاقي ان فيها الكثافة السكنية بالنسبة للمسلمين والاقباط تقريبا خمسين خمسين يعني الناس انك اهل وجران انا الشارع الشارع بتاعي نص جراني المسيحيين متربين مع بعض من صغرنا فالبلد هناك فيها كنيسة جبيرة جدا هي كنيسة العزراء ماري فالبلد هناك مفيش الحسيات اللي ممكن تبقى يعني موجودة يا باش ان شاء الله مفيش حسيات ده بتبقى كله من هنا ومن هنا بس حد مش فيهم حاجة فبيدخل الحمد للنحن في بلد الامن والامان يعني الناس كلها بتشهد لنا يعني خلينا نكمل نقول علامات اللي بتظهر هل هو تأثير قشونة الرجبة ده بيأثر على بقى المفصل في الجسم ولا هو تأثيره بس على قد الرجبة لا طبعا هو اي مفصل يعني اذا ده عدوة ده له باقي الاعضاء هي الفكرة ان المفصل الرجبة ده هو اللي شايل توصيل الوزن من الحوض للارض فلو فيمن افصل الرجبة في مشكله هتلاقي المريض ممكن يشتكي من الام في الظهر ممكن يشتكي من الام في الكاحل اه طبيب العزام الشاطر ما ميعتمدش على ان المريض بيشتكي من شكوة واحدة في مفصل واحد لا هو بيفحص بيئة المفصل بالتبعية خاصة المفصل يعني لو هنجي المريض بيشتكي من مفصل الرجبة روتين انا معنا مداخل له حد مصير هو trazدي اه Interestinglycal consideration الاعلام الكبير محمود عاط حضرتك. الله يخليك يا فندي من اواضح ان الليك حضرتك لك نشاط خدمي قادرون وحاجات كتيرة في الشارع يعني. نقول العلاقة تقريبا متبادلة ما بينك وبين الدكتور دكتور محمد. احنا احنا بنحاول نكمل بعض يعني على قد ما نقدر يعني. طب انت انت شافت دكتور محمد في البيت ازاي? اه من اه كدكتور ولا? كاب في البيت? لا بصراحة دكتور محمد على قد مجغولياته طول النهار دي بقى برة. ومع ذلك هو بيحاول يكون اه معانا متواصل معانا برضو ومستايب الاولاد و ومعايا في كل تفاصيل شغلي كمان يعني. هو بيشارك مع حضرتك في قادرون ولا بعيد عن المجال ده? اه لا طبعا بيشارك احنا احنا بنستغله طبعا يعني ده لازم يعني. بياخد فلوس ولا ما بياخدش? اه نعم. بياخد فلوس ولا? اه لا الحساب بالاخر بقى الشهر انا اللي بياخد فلوس. لان اه هو الراجل بصراحة انا قبل الهوى بيتكلم بيقول ان حضرتك لكي نشاط اه كويس جدا في الشارع. وواضح ان حضرتك كمان لكي تأثير مع حزب مستقبلوطن يعني. تقريبا حضرتك اه مسؤولة امانة كده في الحزب. انا امين مساعد امانة المهنيين اه اه مستقبلوطن الاليوبية. اه اه ورئيس اه مجلس امناء المؤسسة القادرون اطهر احمد سري اه اه امين المهنيين على مستوى محافظة الاليوبية اه احنا احنا مؤسسة قادرون للتنمية الشاملة اه اه هدفنا اه ان احنا نرفع وعي المواطن بقوانين وشهور الدستورية. وازاي ادي اكتذن بأداء اه دوره كاى كمواطن فعال. عملنا خملات كتير توعية للمشاركة اه في اه في اداء التصويت الانتخابي في مجلس الشيخ ومجلس النواد. الفترة الاخيرة وعملنا شغل جميل اوي في مشروع تأهين وتدريب الشباب لسؤال العمل ودربناهم وفي ناس كتير أو توظفت بتعاون مع ناس كتير معنا بنشتغل برضو على جزء خاص بالمرأة المعيلة وبنعمل مشروع تعزيز حصولها على فرص عمل وإنشاء مشروع اقتصادي بيها وأخيرا بقى وصلنا للجلسات التسكيف البيئي والحفاظ على البيئة والتشجير والنهار ده كان عندنا حاملة توعية بفيروس كورونا وبرعاية مؤسسة نجاة بنصار احنا نزلنا للناس البسيطة اللي موجودة في الشارع اللي قاعدة في الشارع وعملنا توعية ووزعنا عليهم كمامات وكحول ده واضح ان حضرتك عاملة حضرتك عاملة برنامج توعوي وفيه كتير من التكافل وبتنزل للشارع ومجهود محترم واضح ان البيت كله بيشتغل لله فيه كلمة عاوز اتوصليها حضرتك او رسالة اتوصيلها لدكتور محمد وهو موجود معانا على الهوى دكتور محمد انا بتمناله ان هو ينجح في كل خطواته اللي هو بيتمنها يعني واتمناله مستقبل باهر يعني وانا جانبه طبعا شكرا يا دكتورة متشكرة لك شكرا لك شكرا يا فن نكمل كلامنا عن علاج الخشونة طيب يا دكتور ليه بيبقى العلاج الدوائي ليه تأثير يعني تأثير على الكلا وعلى الكبد وكذا وخاصة العلاج الخاص بالعزام ده يعني انا تعالجت من اللي كان عندي غضروف ورباط صليبي لما خدت علاج تعابلي معدتي وهو اصل عليه هو الفكرة ان دور العلاج الدوائي في الخشونة وفي علاج الخشونة دور بيبتدي في المرحلة الاولى والتانية وبيساعد شوية في المرحلة التالتة لكن ما نطمحش انه يبقى اكتر من كده هي الفكرة كلها ان المسكنات لو هتتاخد لمجرد ان انا اسكن الالم انا كده بداري المشكلة مش بعالجها انا ممكن اخد مسكن عشان اضيع الالم بس الفكرة ان المفصل هيفضل يتعب وهيفضل يحصل فيه خشونة والخشونة هتزيد مع الوقت المسكنات لو هتتاخد بتتاخد لفترة محددة ومحدودة لعلاج الام حدد بتحصل في وقت معين وببتدي امشى على بيت البروتوكول العلاجي يعني حسب المرحلة طبعا لو في حاجات بتتاخد فيها علاج طبيعي في حاجات بتتاخد فيها حقن المفصل اي ان كان النوع الحقن ده هيبقى ايه لكن ان انا اتوقف ان انا اخد مسكن كل يوم عشان اداري الالم انا كده بدفن راسي في ترامب طبعا المسكنات هنا هتعمل ضرر كبير جدا اولها على المعدة هيبقى فيه الام المعدة والقرح والقصة النقطة التانية هيبقى فيه الامة على الكلة هيبقى فيه مشاكل قصدي في الكلة هيبقى فيه مشاكل في الكبد فالمسكن ليه دور او مضاد الالتهاب ليه دور ولكن الدور ما يفعش هي تخطر طب لحظتك نرجع للعلاج الكريمات تأثير هي في كمسكن ولا لها تأثير في انها بتزود السائل اللي في المفصل او كذا ولا هي الكريمات يعني مثلا معنا النهارده كريم ناوري ده مساجه اللي بنستخدمه في حالات الخشونة وبيعالج المرحلة التانية وشوية في مرحلة التالتة هو هنا اللي انت بتحاول لما تاخد حاجة موضعية بتحسن من ان انت بتقلل استخدامك للقراس او الحالات اللي عن طريق الفم فاحنا هنا بنحافظ او بنتجنب التأثير على المعدة طب انت لحظتك حد يجرب الكريم ده وجاب نتيجة معه ولا لسه لا اكيد لا يعني احنا ناخدين ترخيص وزارة الصحة وناس جربته وانت تقدر تسأل الناس يعني انها مش هنقول ان احنا يعني شهادتنا هتبقى مجروحة لكن الناس جربته وده ده نتائج كويس ان هو بيحسن بيقلل القلم وبيحسن التورم وبيقلل المشاكل اللي ممكن تحشى وموجود عادي في السوق عادي او موجود متوفر او اسعاره كويسة ولا اه حالة طيب نرجع نتكلم عن إصابات الملاعب احتوال حضوتك رجل المتخص في صباح الملاعب ليه اللي يعني انا عملت رباط صليب او غضروف بعد كده النتيجة لقيتها يعني في حالة متأخرة مش يعني ده بيبقى ليه علاقة بالتأهيل والعلاج الطبيعي ولا ده بيجي النتيجة تيه هو الفكرة اني زي ما يعني ناس كتير فهمة الموضوع مش ان انا ما بعمل العملية كويس جدا والموضوع بينتهي يعني انا مجرد انا بروع الدكتور كبير وبياخد تلاتين الف وخمسين الف والاخر خلص برجع تاني اجيب العكاس لا هي الفكرة كلها اني العمليات اللي من النوع ده بتتحق يعني بتحتاج ان احنا نعمل برنامج تأهيلي منظم مع حد محترف الموضوع ما بينتهيش عند خروجنا من قط العمليات ان الدكتور عمل عملية ممكن الدكتور يعمل او الجراح يعمل العملية منتازة جدا ولكن المريض او عدم الالتزام بالبرنامج التأهيلي او عمله مع حد مش على قدر من الكفاءة ده هيقدي الى ان النتيجة بعد كده ما تبقاش مرضية لي فالبرنامج التأهيلي في حالات الرباط الصليبي ووضوف الهلالي بالذات بتبقى مهمة جدا وبالعكس قيمتها زي قيمة الجراح انا شايف في عيادات الشريف تكلمنا عن عيادات الشريف هي عيادات الشريف كانت فكرة الاول يعني ابتدناها مع بعض انا وبعض الزملاء الفكرة دي يعني كنا بندور على مكان الاول بحيث ان احنا نقدر نفتح فيه بول كلينك او عيادة متعددة التخصصات حاولنا ندرس السوق كويس ونشوف المكان اللي فيه اكبر احتياج ممكن استعنى بشركات تصوير خخاري زي شركة حراملك الناس بصراحة ما اصطروش معانا خالص قلنا لو احنا محتاجين ايه محتاجين مكان ينفع يبقى عيادة متخصصية طب ينفع ان فيه شركة زي شركة حراملك مثلا انت بتخلش تدخل تستثمر معاك ما سامي تبقى شريك في الكصة زي كده اه هو ما اعرضوش بس احنا زي ما قلت حضرتك احنا الجانب بتاعنا جانب استثماري وجانب خيري فاي حد عايز يساهم باي حاجة خيرية احنا يعني فالحين ببنا للجميع ما فيش اي مشكلة خالص بس هي الفكرة زي ما قلت حاك انه بيبقى لنا متطلبات معينة باريا معينة احنا يعني كادكاترة وقتنا دايق فبنستعين لبعض الزملاء في المجالات الاخرى بنحدد لهم احنا محتاجين واحد اتنين ثلاثة هم بيدرسوا السوق وبيحددولنا الاختراض بيطرحوها علينا سواء عن طريق يعني بنتواصل معهم تليفونيا او عن طريق الصفحة وبنوصل لحل بعد كده لان الفكرة ان انت بتفوض هنا يعني احنا عندينا احنا شايفين سوى مثلا الحرام وحشمت سيدريت حشمت احنا شافي كتير بيتعاون مع حضرتك اول زي ما تحاك الفكرة كلها هي مش وان من شو احنا مش مش شخص واحد احنا اكثر من شخص بنلتقي جميعا في نقطة واحدة ان احنا بنحاول نقدم خدمة كويسة وفي نفس الوقت بنحق طبعا ربحي يعني الموضوع زي ما تحضرتك ما بيبقاش بس خدمة لا برضو اهتف الشخصية الموجودة ولكن في اطارها المحدد لا افراط ولا تفريط لكن انت حشايف حضرتك ان دول المساهمة المساهمة في المجال الرياضي يعني انا مثلا حضرتك ممكن تساهم مثلا في اندية كبيرة او في مراكز الشباب او كخدمات في الشارع احنا احنا معنا بالفعل يعني احد الزملاء المشاركين معنا في عيدات الشريف دكتور احمد عادل ده يعني اخصيك راحة العزام واخصيك طب الرياضي ده دكتور احمد عادل ده شخصيك كبيرة معروفة ده دكتور النادي الاهل يعني انا ده شخصيك معروفة وشخصيك يا دي يعني اسمه موجود في الشارع نسعر فيه فهو بيشارك معنا برضو في حالات كتير جدا بينما يخص الطب الرياضي ده لا احد محترم نرجع لإصابات العزام طب المفصل احيانا المفصل اللي تحت ده الكاحل ده بيبقى فيه علامات فيه تورم وفيه كذا وكذا المفصل ده ضعيف بالفعل ولا لا بالعكس يعني مفصل الكاحل تحديدا لو هنبص ليه من ناحية الميكانيكا او ماحية الهندسية المفصل ده برغم صغر حجمه جدا وذلك هو شعيل وزن الجسم كله فلا بالعكس هو بفصل عليه احمال عالية جدا 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 وكل ما الوزن بيزيد طبعا الاحمال دي بتزيد هي الفكرة كلها انه هو نتيجة انه هو المفصل اللي مباشر في التلامس مع الارض بيتعرض لكتير من يعني بيسموه التواء الكاحل اكتر من مرة بعض المرضى ما بيحصل التواء بما بيستشيرش الطبيب او ما بيلجأش الاستشارة الطبية فده بيعمل بعض المزقف الاربطة شوية بعدين يحصل التواء تاني خلينا ناخد المداخلة دي واضح ان الناس المتابعين لك كتير يا دكتور ومش يتبقى حلقة واحد معنا مداخلة النائب مجاهد نصار اولا سهلا بك سيادة النائب احنا معنا الدكتور محمد فاتحي اخصائي العزام واصابات الملاعب ازاك دكتور افترك احنا معلنا ايه بخبرها لك ايه انت شاف ان في تعاون مع الدكتور محمد في القوافل وفي المبادرات وفي الاستشارات الطبية اه دكتور محمد من الناس المحترمة جدا والناس بيتعاون مع المستمع المدني فعلا مع الجمائيات ومع المنطقة السعيفة كلها بشمرة وفي المناطق اللي هي اللي هي فعلا محتاجة فعلا المناطق كلها اللي هي عفترة اتياجا للقوافل الناس المحترمة جدا يعني الراجل اللي هو متعاون معنا جميل جدا امتى نقول ان فيه قفلة طبية هيساهم فيها الدكتور محمد في شوبرا برعاية النائب يقول له فيه منطقة اللي هي بجاب ومنطي ومسلمة فان شاء الله هو وعدنا ان احنا ان هيجيب لنا قفلة بالمنطقة طب اعتبار حضوضك موجود معنا ومن النواب المحترمين الموجودين انا شاف ان كان فيه وزير قطاع الاعمال العام كان موجود معاك في المجلس وكافر الملاقشة حامية اه اه يترى يترى وصلت لغاية فيه انت والله انت كويس اللي انت يعني فتحت الموضوع دوت انا بما اني رجل صناعي وراجل من خاص بصناعة الحديث كنت عايز اقول حاجة ان بقول وزير طباع الاعمال ان هو المفروض ما يبيعش الشركة الحديث والصول بخالص دي والحل الزهري جدا والحل المفروض هو عمله في شركة الدلتة الشركة الدلتة كانت بتفسر هو اسفة كلها وكان فرنة التقيح عمل بلت اللي عبو جاية حالة بتشير خمسة وعشرين طن وكسب منها فانا بقول له دلوقتي عندك مصر الحديث والصول تقدر تطوره وتديه بدل الحلة اللي بتشير خمسة وعشرين طن لا تجيب حلة مية وخلصين سن للمصانع المنافسة عشان تخبر تخدم على مصانع الزغيرة كلها وشركة الحديث والصول شركة عريقة وشركة جدا وشركة دي بتعتبر ام المصانع كلها وتخدم على مصانع متاع ايدنا كلها لطلاطش فيها حاجات كويسة جدا اول حاجة فيها بني اتفاقية ضغمة جدا طب انت تعليق حضرتك والوزير بيقول ان الشركة كلها تساوى عشر ساعة الشركة ايه؟ بيقول ان الشركة اللي حدود صلوبة تساوى عشر ساعة لا 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 تساوى مليارات ده فيها حضرتك عشان اديك علم فيها محطة كهربا اصبر محطة كهربا للمصانع الحديث اصبر اكتر من 300 ميجا فيها تانية حاجة طبعا فيها محطة غاز برضو للشركة فيها محطات هوا فيها بنية بتحسية ضغمة جدا بمليارات وفيها حوالي 1.200 فدال 1.200 فدال 1.200 فدال يبيع 50% من الارض اللي هي مثلا 700 فدال يقدر يطور ويجيب فرن واحد بس اللي هو التسيح وعنده البنية اتساسية كلها موجودة في المصنع عنده يقدر يقتر على مصانع كلها اخلاف على كده الشركة فيها معاهد التدريب ومعادل فرزات والمعاهد الدراسية كلها حتى من الاعدالية بتمولنا احنا كمصانع صغيرة صناع موجودة كشباب تقدر سيادة النائب نقدر نقول ان الوزير قتال اعمال فشل في ادارة ازمة الحدود الصلب وزير ادارة الاعمال مش حكاية فشل هو في وفهة نصر بالنسبة له يعني مش قادر يعرفها ان مصنع حدود الصلب ده في بنية تحتية تشنخل مصنع قدرة عالية جدا انا مش عايدين احنا نفقت البنية تحتية بنية بمليارات مش بمليارات فهي المصعد والصول ده عشان يشتغل يرمي كل المعداد اللي فيها ويجيب فرن تسيح ويسيح الخردة بتاعت المكن ده هجيب حق المكن يعني هو على كده في المصنع عنده 750 ألف طن خردة بدلا ما يباع الطن بخمسة جنيه لا هيعمله غلط هيبيع الطن بـ 11 جنيه دي اول حاجة هيكتابه بتاع خمسة مليار جديه من الهواء لو جاب الفرن الاول شكرا انتصاد تنقل احنا كان معانا مداخلة من والد الدكتور محمد فاتحي يمكن الخط قطع نحاول نحاول الاتصال بي تاني الوالد كان معانا في المداخلة وممكن الخط فصل تقريبا اعاوز اوصل لك رسالة واضح انه بيشفكش من زمان يعني والحمد لله بحاول بقدر الامكان انا تواجد هناك صفة دورية او صفة اسبوعية عشان خاطر يعني نقدم بعض الخدمات الطبية احنا عملنا فرع الاعداد الشريف في ابو شوشة في اينا الافتتاح كان لسه يعني من غريب من حوالي اسبوعين الحمد لله بنقدم خدمات في كل التخصصات يعني العزام طبعا والجراحة والبطنة والاطفال والنسة والتخاطب والانفق يعني تخصصات متنوعة برضو يعني ما بننساش الضر الخدم فيها يعني كل يوم جمعة بنعمل تخصص معين بتخفيضات كبيرة جدا يعني الكشف بيبقى بعشرين او عشرين هيبقى فيه مرة في الشهر يعني كشفات مجانية هنحاول نتعاون مع برضو اخواتنا او زنائلنا في مسابق الوطن في انا ان احنا نعمل قوافل في حدات مختلفة في الصعيد فالمكان هناك يعني ان شاء الله هيقدم خدمة يعني مش هنقول ان الصعيد محروم منها او انا محرومة منها او ابو شوشة محرومة منها بس يعني على اهل محتاجينش احنا معنا ولد الدكتور محمد اهل وانسلام بيك احاق فاتح اهلا وسهلا يا سيدي احاق ازايا في المحمود الله يخليك افن من ازايا حضرتك الحمد لله يا بارك فيه الدكتور محمد واضح انه ليه فترة ما شافكش وفرصة انه هو يكلم حضرتك بقى في البرنامج والله احنا لأ يعني كان عندنا هو جريب بس طبعا كانت وحدها القاهرة من نينة وشغال بحري من ساعة ما كان طهلت في اول كلية جاعد يمكن اكتر من 15 سنة بحري بس حاليا الحمد لله يعني جا فتح عيادات عندنا وبقدم خدمات ممتازة للناس ومشكور جدا بيشكروه يعني احنا نقول ان الاستاذ محمد فتحي رجل التربية والتعليم من الرجل المحترم احسن تربية الاستاذ الدكتور محمد فتحي ونعم التربية واحنا بنشكرك انك انت اهدتنا بشخصية محترمة زي الاستاذ محمد الله يبارك فيك وده كان يعني املنا من الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا في احد ابنائنا فالحمد لله يعني ربنا كرمنا فيهم كلهم يعني احنا بنشكر حضرتك انك انت فعلا احسنت التربية وبنقولك شكرا انك انت اهدتنا بالدكتور المحترم اللي احنا بننتظر منه الكتير بصراحة ان شاء الله ربنا يوافق لعمل الخير وده اهم حاجة عندنا يعني ان شاء الله ماشي يا فنم شكرا جزيلا يا فنم اه الحديث اه مع الدكتور محمد اه حديث طويل شيك جميل اه انا بصراحة مش عاوزي الحلقة تخلص لكن عاوز ااكد يا جماعة على حاجة ااكد ان شركات قطاع الاعمال العام دي اه نقول لعمود الفكر الاقتصاد المصري مش هنفضل نستورد ورسالة بنوجها الرجال الاعمال الرجال الاعمال المصريين اللي عندهم مليارات وبيستثمروا براه يري اطراعوا شوية بلدنا وتنفذوا تعليمات الرئيس وتوجهات والرجال فتحلكم دلعاتوا عشان تستثمروا ولاش نستثمر في اللب ونستثمر في المقرمشات ونستورد مينشتغل في الحاجات اللي هاتفتنا اه انا في نهاية لقائي بشكر الدكتور محمد فاتفي دكتور المحترم وأكيد إن شاء الله مش يبقى حلقة واحدة أكيد يبقى لنا حلقات ممتدة معك بشكر فريق الإعداد ساذة مرينا جمال بشكر الستوديو الأستاذ وليد عمارة بشكر كل اللي عاملين في البرنامج بقول لهم خالص تحياتي وإن شاء الله مصر لنا ومصر بينا ودائما وأبدا نقول تحية مصر تحية مصر تحية مصر خالص تحياتي محمود عبد